أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة واهتمامها بملف الاستثمار وتهيئة البيئة المعاتية لجزب الاستثمارات في مصر وخلال استعراضه موقف الاستثمارات الصينية والحالية والمستقبلية في المنطقة الاقتصادية تمنى مدبولي دور الذي تقوم به الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاستثمار الفرص والإمكانات التي تتمتع بها المنطقة في جدب الاستثمارات واحتضان مشروعات تدعم التشغيل وخلال الاجتماع تم تأكيد على أن الشركات الصينية تشغل النسبة الأكبر بين إجمالية عدد الشركات في المناطق التابعة لشركة تيدا بواقع 130 شركة صينية من إجمالية 136